أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب يقول الله تبارك وتعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأجاب الله قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون بدء الخلق إن شاءه أول مرة وإعادته هو البعث من القبور وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غير وعبدوا من الأصنام والأنداد قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده أي من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق ويفرِّق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقاً جديداً قل الله الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له أما أصنامكم ومعبوداتكم فليس لها في هذا الأمر شيء فأنا تُؤفَكون أي فكيف تُصرفون عن طريق الرُّشد إلى الباطل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق والجواب لا بل الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي وحده سبحانه قل الله يهدي للحق أي أنتم تعلمون أن شركائكم لا تقدروا على هداية ظل وإنما يهدي الحيارة والظلال ويقلِّب القلوب من الغيِّ إلى الرُّشد الله تبارك وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحقُّ أن يُتَّبَع أَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى أَفَيَتَّبِعُ الْعَبْدَ الَّذِي يَهْدِي إلى الحق ويُبَصِّرُ بَعْدَ الْعَمَاء أَمِ الَّذِي لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى لِعَمَاه كما قال تعالى إخبارًا عن إبراهيم أنه قال يا أبت لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا وقال لقوم أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إلى غير ذلك من الآيات إن قيل لماذا وصف الله عز وجل الأصنام بأنها لا تهدي إلا أن تُهدَى ونحن لا نجدُها تهتدي وإن هُديت نقول إنه عاملَها مُعاملَت ووصفَها وصفَ من يَعْقِلَ مَجَازًا كما قرَّر ذلك ابن عطية في تفسيره ومن العُلماء من قال لا تُنقَلُ إلا أن تُنقَل أي ساكنةٌ لا تتحرَّك والذي يظهر لي والله أعلم أن العبارة في سبيل المحاجَّة وهي شاملةٌ لكل المعبودات والأصنام منها وليست هي المُرادة وحدها وبالتالي يصحُّ هذا في سبيل المُحاجَّة قال الله تبارك وتعالى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أي فما بالكم يُذْهَبُ بِعُقُولِكُمْ كَيْفَ سَوَّيْتُمْ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقَهِ وَعَدَلْتُمْ هَذَا بِهَذَا عَدَلْتُمْ مَنْ يَهْدِي بِمَنْ لَا يَهْدِي عَدَلْتُمْ بِمَنْ يَبْدَأُوا الْخَلْقِ بِمَنْ لَا يَخْلُقُ عَدَلْتُمْ بِمَنْ يُعِيدُوا الْخَلْقَ بَعْدَ بَعْدَئِهِ بِمَنْ لَا يَفْعَلُوا شَيْئًا فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ثم بيَّن تعالى أنهم لا يتَّبِعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناً وإنما هو ظنٌ منهم وتخيُّل وتوهُّم وذلك لا يُغني عنهم شيئاً فقال الله وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ تهديدٌ لهم ووعيدٌ شديد لأنه أخبر أنه سيُجازيهم على ذلك أتمَّ الجزاء وقلت لكم ما زالت هذه السورة تُقرِّر توحيد الألوهية وتُعيد فيه وتُزيد وهو أسلوب القرآن المكي كما قرَّرنا ذلك في المجالس الماضية ثم قال الله سبحانه وتعالى وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ردًّا على هؤلاء المشركين الذين قالوا ائتِي بقرآنٍ غير هذا أو بدِّله وقوله وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْ يُفْتَرَى عَبَّرَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَتَضَمَّنُوا تَشْنِيعَ وَإِعْظَامَ الْأَمْرِ مِمَّا يُعْطِي الْمَعْنَى وَالْقَرَاءٍ وَالْبَرَاهِينَ إِسْتِحَالَتَهْ أي لم يكن أحدٌ يستطيع أن يفتري من دون الله أو أن يقول هذا قرآنٌ ولا يتبين كذبه بل كلُّ من قال هذا قرآنٌ وهو كاذب تبين كذبه وأجعل لا يُعرف إلا بأن يُقال له الكذَّاب ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المُتقدِّمة هذا بيانٌ لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحدٌ من البشر أن يأتوا بمثله كما سيأتي إن شاء الله وأن الله تحدَّى ولم يستطع أحدٌ على هذا التحدي وأن يُفترَى أن يُختلَقَ وينشَأ ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب المُتقدِّمة وهي التوراة والإنجيل أي أن القرآن يُصدِّقُها ويأتي بما تضمَّنته من إفراد العبادة لله تبارك وتعالى أي يأتي بما يُصدِّق أصول الديانات السابقة وأما فروعها وتفاصيلها فلكلُّ أمةٍ جعلنا شرعةً ومنهاجاً وقال بعض المفسِّرين تصديقُ الذي بين يديه أي أشراط الساعة وما يأتي من الأمور فجعلها من باب المُستقبل وضعَّف هذا القول ابن عطية فالراجحُ أن المُراد بتصديق الذي بين يديه أي الكُتُّب المُتقدِّمَة مما أنزلَه الله عز وجل على رُسُلِه صلى الله عليه ومُهيِّمِنًا عليه ومُهيِّمِنًا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانًا شافيًا كافيًا حقًا لا مريَّة فيه من الله تبارك وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى ردًّا على المُشركين الذين يدَّعون أنما هذا القرآن من تعليم البشر وأن محمدًا يُعلمُه بشر إنما يُعلمُه بشر كما ادَّعوا وزعموا وردَّ الله تبارك وتعالى عليهم بقوله أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه أي اختلَقَه وأنشأه وأتى به من عند نفسه فهو ليس من عند الله بل هو من عند محمد فقال الله رادًّا عليهم ومُتحديًّا لهم قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِه وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنتم إذا كنتم تدَّعون أن محمدًا قد افترى هذا القرآن فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ إن لم تستطيعوا ادعوا من استطاعتهم استعينوا بمن شئتهم وهذه إحدى مراحل التحدي وقد ورد في التحدي أربع آيات من كتاب الله الأولى يا أخواني في سورة الإسراء قُلَّ إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً هذه الآية الأولى في التحدي وهو التحدي بالقرآن كاملاً والآية الثانية في آية الطور أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهْ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ هاتان الآيتان آية الطور وآية الإسراء تتحدَّى أن يأتوا بمثل القرآن الآية الثانية أو الآية الثالثة في سورة هود أم يقولون افتراه قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَّرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ الآية الرابعة آية يونس التي معنى أم يقولون افتراقُل فأتوا بسورةٍ مثله والآية الخامسة آية البقرة فأتوا بسورةٍ مثله بعض العلماء يا أخواني يقول إن التحدي حصل من الأكثر إلى الأقل من العلماء وهذه مسألة مهمة جداً من العلماء من قال إن التحدي حصل مرتباً فتحدَّ الله عز وجل مشرك العرب أن يأتوا إيش بمثل القرآن في سورة الإسرى وفي سورة الطور ثم تنزَّل معهم إلى أن يأتوا بـ عشر سور فلم يستطيعوا ثم تنزَّل معهم أن يأتوا بسورةٍ واحدة وهذا هو رأي جمهور المفسرين أن التحدي حصل من الأعلى أو من الأكثر إلى الأقل إلا أن هذا القول أيها الإخوة لا يعضُدُه النزول فإن آية يونس نزلت قبل آية هود وبذلك يكون التحدي في السورة حصل قبل التحدي في عشر سور ونقول على كلٍّ أيها الإخوة سواءً قلنا بالقول الأول أو القول الثاني أن إعجاز القرآن أن القرآن كلُّه معجز قليلُه وكثيرُه على حدٍ سواء في الإعجاز إذ أن التحدي أيها الإخوة بالكيف لا بالكم وبالنوع لا بالمقدار فلا يهم أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر سور وهذا هو الأظهر والله أعلم لأن القول بأن ترتيب التحدي على الأكثر إلى الأقل لا يعضُدُه النزول فإن سورة يونس نزلت قبل التحدي قبل سورة هود التي تتحدَّى بعشر ولذلك نقول إن التحدي الحاصل في هذه الآيات كلها سواءً بالقرآن كاملاً أم بعشر أم بسورة أن التحدي هو بكيف القرآن لا بكمه وبنوعه لا بمقداره وإذا قلنا بهذا فلا يظهر عندنا إشكال من أن يسبق التحدي السورة قبل العشر وإلا إذا كان تحدَّهم بسورة قبل العشر ولم يستطيعوا فليس له معنى أن تتحدَّاه بعشر وهو إيش؟ لا يستطيع أن يأتي بسورة لكن الصحيح كما قلت لكم والأقرب والأظهر أن التحدي بالنوع لا بإيش؟ لا بالكم من العلماء لما رأى أن أسباب النزول لا تساعد ذهب يا أخواني إلى الإجابة فقال إن التحدي بعشر سور جاء في سورة هود ويسبقها عشر سور وبالتالي جاء يعني يقول إن الفاتحة واحدة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس ها؟ إذن سبقها كم؟ عشر سور فهي الحادي عشر قال وذلك تحداهم بعشر سور التي قبلها بالسياق ما رأيكم؟ ها؟ هذا ذكرها البرهان في متشابه القرآن الكرماني يقول إن التحدي الحال ليش ذكرت عشر في هود ولم يذكر في يونس قال لأن سبقها عشر سور هذا جوابه أحسنت نقول هذا الكلام للوهلة الأولى جيد وجميل وصحيح وهذا يعطيك يعني شيء إنه لا تغتر أحياناً ببعض الأقوال التي لها بريق يعني هذا القول له بريق وجميل ومخرج جيد ولا لا لكن يا أخواني الترتيب الذي حصل سورة البقرة مدنية وسورة إيش هالي عمراء بل إن السور كلها التي سبقت مدنية معد ثلاث سور اللي هي الأنعام والأعراف ويونس والفاتحة إذن هذا القول الذي ذكره ضعيف ولا يستند وهو استند على ترتيب المصحف الموجود الآن لا على ترتيب النزول ولذلك فإن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مراراً وتكراراً هي القرآن المعجزة الخالدة الباقية الذي حصل بها التحدي لأن العلماء يقولون لصحة المعجزة وقوع التحدي بها إن من شروط المعجزة هي وقوع التحدي بها وقد تحدى الله عز وجل بهذا القرآن فلم يستطيعوا ومن حاول أتى كما قلنا في المجلس السابق بهذيان وأصحبها إيش أضحوكة للأطفال كمسيلم وغيره والقرآن يا أخواني معجز بفصاحته وبلاغته وبأخباره الغيبية وبوجوه أخرى متعددة من الإعجاز ثم قال الله سبحانه وتعالى بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمَهِ يقول بَلْ كَذَّبَ هَاءُلَاءِ بِالْقُرْآنِ وَلَمْ يَفْهَمُوهُ وَلَا عَرَفُوهُ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ أي لم يُحَصِّلوا فيه من الهُدى ودير الحق إلى حين تكذيبهم بجهل وسفها والتأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى حقيقة الشيء وهو هنا بمعنى ماذا حقيقة حقيقة الشيء كذلك كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إنهم ليسوا بِدعًا في التكذيب بل التكذيب صفة ظاهرة لأمم سابقة لكن انظر كما قال الله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أي كيف أهلكناهم بتكذيبهم رُسُلُنا ظُلمًا وعلوًّا وكفرًا وعنادًا وجهلًا فاحذروا أيها المكذِّبون أن يُصيبَكم ما أصابَهم إن ذكر تكذيب الأمم السابقة وما حلَّ بهم من العذاب ليس للتسلية وإنما هو للعِبرة والعِظَة وَأَخْذِ الْحَيطَةِ وَالْحَذَرَ من أن تَسْلُكَ مَسْلَكَهُمْ فَتَكُونَ عَاقِبَتُكَ كَعَاقِبَتِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ أي ومن هؤلاء الذين بُعِثت إليهم يا محمد من يُؤمنُ بهذا القرآن ويتَّبِعُك وينتفِعُ بما أُرسِلتَ به ومنهم من لا يُؤمنُ به بل يموتُ على ذلك ويُبعَثُ عليه وربُك أعلمُ بالمُفسِدين أي سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحقُّ الهداية فيهديه ومن يستحقُّ الضلالة فيُضِلَّه وهو العادلُ سبحانه الذي لا يجُور بل يُعطِي كلًّا ما يستحقَّه تبارك وتعالى وتقدَّس وتنزَّه لا إله إلا هو ثم قال الله عز وجل تسليةً للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم استجابتهم لأمره وعدم اتباعهم للقرآن وإن كذَّبوك وإن كذَّبوك يا محمد كذَّبك هؤلاء المشركين هؤلاء المشركون فتبرَّ من عملهم وتكذيبهم وكفرهم وقل لي عملي كما قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين وكما قال الخليل وعامل الله عز وجل وعاءة السيف وعاءة السيف هي المذكورة في سورة التوبة يسمونها آية السيفة الذي أمر المكشفون كافة بالقتال ولعلها مر عليكم حين تفسير سورة التوبة أن من العلماء من المفسرين من ذكر ما يزيد عن 113 آية نُسِخَت بآية السيف لكن الصحيح أخواني عدم النسخ وأن هذه كانت في العهد المكي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال بعد وقد أُمر أن يقول هذا ويقوله أيضاً في المدينة لأنه ليس هذا من باب التكريف أهذا من باب المحاجة ومن باب ببيان الحق أنتم بريؤون مما أعمل أي في الآخرة وأنا بريء لكن هذا لا يعارض قتالهم بعد الأمر به ثم قال الله سبحانه وتعالى وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكِ أن يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان لكن ليس ذلك لك ولا إليهم فإنك لا تقدر على إسماعي الأصم فكما أنك لا تقدر أن تسمع الأصم فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إذا كتب الله لهم الشقاوة يعني يا محمد ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما عليك البلاغ يا محمد لا يحزنك أنك تدعو أو تشك في نفسك أنك عن الحق لأنهم لم يهتدوا أنت يا محمد إذا كنت لا تستطيع أن تسمع الأصم الذي لم يرزقه الله عز وجل حاسة السمع فكذلك لا تستطيع أن تهدي هؤلاء ممن لم يكتب الله عز وجل له الهداية عليك البلاغ والله أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة وذلك لا بد الإنسان أن يحمد الله عز وجل يا أخواني دائماً على الهداية لأن ما الذي جعلك تصلي وغيرك لا يصلي ما الذي جعلك مسلم غيرك لا غير مسلم ما الذي جعلك تجلس في مجالس العلم وغيرك في ملاعب الكرة الله تبارك وتعالى هو الذي يسر لك هذا وهداك ويسر لك أسبابه ثم قال ومنهم من ينظر إليك هل تلحظون فرق بين الآيتين يا أخواني؟ ما هو؟ أحسنت الأولى ذكرها بالجمع ومنهم من يستمعون الثاني قال ومنهم من ينظر بالإفراد والجواب والجواب عن هذا نقول يستمعون إليك على معنى من لا على لفظها أتيت يستمعون بالجمع على معنى من لا على لفظها وأما في ينظر فقد جاء على لفظه من المفردة لا على معناها هذا الجواب الأول ومن من العلماء من قال إن المستمع للقرآن كالمستمع للنبي صلى الله عليه وسلم المستمع للقرآن كالمستمع للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء بالجمع بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة فجمع ليطابق اللفظ المعنى ووحد أو أفرد في ينظر حملاً عن اللفظ إذ لم يكونوا كثرتهم النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولا لا ولذلك جاء بالإفراد ينظر إليك لكن يستمع الآن الذي يقرأ القرآن الآن كأنما يستمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا لأنه هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أتى بالجمع فالمستمع أكثر من من الناظر هذا جواب والجواب الأول قلت لكم أن يستمع على معنى من لا على لفظها بخلاف ينظر فإنها جاءت على لفظ من التي توحي بالإفراد لا على معناها ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل الذي لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون فقال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وتعالى الله عز وجل عن الظلم وهو القائل يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلى أن قال يا عبادي إنما هي أعمالي أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه ثم قال الله سبحانه وتعالى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ أي يحشرهم أين يوم القيامة في عرصاتها كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى كأنهم يوم يرونها أي الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يوم ينفخوا في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون كل هذه الآيات يا أخواني مجموعة تدل على أن هذه الدنيا التي بها الناس وبها صلاح الآخرة مزرعة الآخرة يوم القيامة بمقدارها وطولها وعرصاتها كأنها شيء يسير لا تساوي أن الإنسان لا يعبد ربه أو أن الإنسان يعص الله فيكون مصيره النار هذه الدنيا التي نحن فريحون بها لا تستحق هي كأنها يوم لو قيل لكن عمر يوم قضيت هاش في طاعة الله بل إن من الأقوام السابقة قيل لهم ستأتي أم ما كانت أعمارهم بمئات السنين قالوا ستأتي أمة أعمارها ما بين الستين إلى السبعين قال لو كنت في ذلك اليوم لقضيتها سجد لله أدخل الجنة فأعمارنا يا أخواني لا شيء والستين والسبعين هذه قليلا من الناس من يصلها ووسائل خطف الأعمار الآن أكثر مما سبق من أمراضٍ مستعصية ومن أدواتٍ كثيرة إذن هذه الدنيا الله تبارك وتقرر لك هذه القضية قلت لكم أن هذه السورة موعظة هي جملة من المواعظ عندها قضية كبيرة هذه السورة وهي تقرير التوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة ضرب الأمثلة بيانة الأساليب والطرق التي تعينك على إيش؟ على الرجوع إلى الله على أن تتق الله على أن تعيش هذه الدنيا عبداً لله لا عبداً للشيطان ولا عبداً لشهواته بل عبد للدنيا عبداً لله لا عبد الدنيا وخص الله عز وجل النهار دون الليل وإلا ساعة الليل وساعة النهار واحدة أم لا؟ قال ساعة من النهار لأن ساعاته وقسمته معروفة بيّن الجميع وهي الساعات التي يعيشها الناس بخلاف ساعات الليلة التي ربما ينامون فيها فتمر عليها لكن ساعات النهار هي التي يحسون فيها قالوا إلا ساعة من النهار ساعة وعدها سبحان الله هذه الدنيا يا أخواني التي نتقاتل عليها لكن نحن يا أخواني لا نتعظ لا نأخذ بهذه المواعظ وإلا والله لو وفقنا الله لهذه الهدائلة هذه مواعظ القرآن لعشنا شيئاً آخر في هذه الدنيا يتعارفون بينهم كيف يتعارفون بينهم واحد يقول كيف نجمع بين قوله تعالى يتعارفون بينهم وبين قول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ما حد يعرف أحد وقوله لا يسأل حميم حميمة والجواب هنا نقول أن يوم القيامة مواطن ولكل مواطن حال فهذه الآية بيّن أنهم يتعارفون وهذا التعارف يا أخواني يقول العلماء إنه تعارف توبيخ ليس تعارف ثم يأتي أن ينشغل الإنسان بنفسه كما قال عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم كل يقول نفسي نفسي ويتبرى حتى الوالد من ولده ولا يسأل حميم حميمة ثم قال الله عز وجل عز وجل قد خسر إي والله قد خسر وخسارة غير قابلة للتعويض ربما يتعرض الإنسان يا أخواني لخسارة مال أو خسارة وقت في هذه الدنيا لكنها خسارة قابلة للتعويض ربما يخفق الإنسان في امتحان لكنه قابل للإعادة لكن الخسارة التي تذكر في خسارة الآخرة هي خسارة محققة لا غير قابلة للتعويض قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ كقوله تعالى وَيْلُوا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ يعني الذين كذبوا بلقاء الله فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة كما أخبر في آية أخرى ألا ذلك هو الخسران المُبين إذ لا خسارة أعظم من خسارة من فرِّق بينه وبين أحبَّته يوم الحسرة والندامة ثم قال الله عز وجل وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ كل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن العهد المكي كان عهداً صعباً على النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر الآيام ولا يسلم أحد كان يجد عنةً من المشركين يقول وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ يَا مُحَمَّدَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ والرُؤية هنا رؤية بصر لا رؤية علم وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم على يقين وعلى علم بوعد الله تبارك وتعالى أي ننتقِم منهم في حياتك لتقرَّ عينُك منهم أو نتوفيَنَّك قبل ذلك فإلينا مرجعُهم أي مصيرُهم متقلَّبهم والله شهيدٌ على أفعالهم بعد ذلك وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ قال مُجَاهِدْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فإذا جاء رسولُهم يوم القيامة قضيَ بينهم بالقسط كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنوح ربها ووضع الكتاب إلى آخر الآيات فكلُّ أمةٍ تُعرَض على الله بحضرة رسولها وكتابُ أعمالها من خيرٍ وشر موضوع شاهدٌ عليه ووضع الكتاب فترى مجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغادِر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاء ثم قال ثم الله شهيدٌ على ما يفعلون ولكل أمةٍ رسول فإذا جاء رسولهم قضيَ بينهم بالقسط وهم لا يُظلمون وهذه الأمة يا أخواني شاهدةٌ على الأمم السابقة كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق عندما نزلت هذه الآيات أيها الأخوة وتُليَّت على هؤلاء الصناديد المعاندين الذين ما فتئوا يُنكرون أصل القرآن ثم طلبوا تغييره ثم عابوا من أرسل معه ثم كذَّبوا به ولم يُحيطوا بعلمه طيب أنت تُنذِرنا هذه النذارات وفي شيء آخر متى هذا الوعد؟ يقولون يا محمد متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين يستعجلون العذاب غطرسةً وكبرياء إذ لا فائدة ما دمت أنت منكر له فما فائدة تعينه إذا كنت منكر لحصول هذا الشيء فما الذي يعنيك به؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كما قال الله عز وجل يستعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا ومشفقون منها ويعلمون أنها الحق أي كائنةٌ لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا وقتها عيناً ولهذا أرشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم بقوله ليس تعين الساعة قل لا أملك لنفسي ضرًّا ولا نفعًا إلا ما شاء الله أنا عليّ أن أنذركم عليّ أن أخبركم عليّ أن أبلغكم أما متى يحصل ما وعدتم به فليس لي من الأمر شيء أنا لا أملك لنفسي ضرًّا ولا نفعًا إلا ما شاء الله لكل أمةٍ أجل لكن لتعلموا أنه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون أنا لا أقول إلا ما علّمني ربي لا أقدر على شيء مما استأثر الله به إلا يطلعني عليه فأنا عبده ورسول أخبركم بما يخبرني به ولا أملك شيئًا فوق ذلك فلكل أمةٍ منكم أجل مُدَّةٌ من العمر مُقدَّرة إذا انقضت لن تستأخروا ولن تستقدموا لن تموتوا قبل آجالكم ولن تؤخروا بعد آجالكم كما قال الله وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ آجَلُهَا ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغته فقال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتًا أو نهارًا ماذا يستعجل منه المُجرِمون لماذا قال بياتًا ولم يقل ليلاً في مقابلة النهار لماذا لم يقل قل أرأيتم إن أتاكم عذابه ليلاً أو نهارًا لأن البيات لا يكون إلا ليلاً كما أن المعهود في الاستعمال عند ذكر الإهلاك والتهديد هو ذكر البيات ماذا يستعجل منه المُجرِمون أثم إذا ما وقع آمنتم به يعني إذا جاء العذاب تؤمنون به الآن وقد كنتم به تستعجلون إذا وقع العذاب لا ينفعكم الإيمان لا ينفعكم قولكم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعم صالحة لا ينفعكم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكوا ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون ثم قيل للذين ظلموا ظلموا أنفسهم بعدم امتثالهم أوامر الله ذوقوا عذاب الخلت أن يقالوا لهم ذلك يوم القيامة تبكيتاً وتقريعاً يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم كنتم بها تكذِّبون أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا يا من استعجلتم سواء عليكم إنما كنتم إنما تجزونا ما كنتم تعملون والظلم هنا هو ظلم الكفر لا ظلم المعصية وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الرابع صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة